اعتذر لكم على الغياب بسبب احبال صوتية را كانوا مشاولي كاتولا الكلام مؤخرا على دق طبول الحرب وان الجزائر فغدر تسعيد عسكري مباشر ضد المغرب ما صحت هاد البروباغندا هذي وهاد الاقوال هذو اللي اتروجه خاصة من طرف الجزائريين وايضا من طرف المعارض وخرج موقع مغرب انتليجونس بواحد مقال كاتبين فيه لانه الجزائر تبحثوا مسألة المواجهة العسكرية المباشرة مع المغرب وحسب تسريبات هذ الجزائري اللي اكتبت المقال اللي يمكن نحاضر معهم وقيلة المهم قال لك تبع الكتاب احتلبه بالطار حسب هات تسريبات دي الرأفة الهجان فان الجزائر منزعجة قال لك من التعاون المغربي الاسرائيلي في الصحراء المغربية وايضا منزعجة من قصف الدرونات للمناطق اللي اسموها محرارة دي بشوفوا كيف يتم تمرير الافكار المسمومة حتى عن طريق ما يسمى بسخافة المعارضة الجزائري قال لك تعاون اسرائيلي مغربي في الصحراء شكلي قدال لكم شرق ريحاها ولا كذبون ولا قالت لكم العطفورة او تالي المغرب رافران وقاد بحومة والنهار بكيناكم في حرب الرمال ما كاتب عادلة لا اسرائيل امريكا وشوفوا انتم مشحة من دولة كانت معكم المهم من ادشي كامل اللي عندكم شيء ادلة اصيروا شكيوا عند مجلس الامن وفكون عليكم اما فيما يخصتو ما التانية المغرب ما تقصفش غيرها كعشوائيا كما يدعي البعض الجيش الملاكي المغربي تيرصد اي انتهاك للمنطقة العسكرية العازلة تعلم المينورسو والامم المتحدة منين ما كتتحركش المينورسو وما كتدرش الخدمة ديالها الجيش المالكي المغربي كيبدأ غير يبندر وكل شيء موثق وكيترفع المجلس الامن وبموافقات الامن المتحدة على كل القصف المغربي لاي متطفل يدخل المنطقة العازلة كان شاحنة عسكرية او مدنية واتي اللي شفت تقرير الامن بالاخير دي سنة الفين وتين وعشرين في شهر اكتوبر المهم بلية ما كنش طبول ولكن كن بالزاف ديال القرع اللي تيروج العدل خوزع بلات الجزائرية لكتحاول تروج على ان المغرب هو من يصعد وان الجزائر كتدير ضبط النفس. حنا ما غنمشوش معهم فدل بل غنديروا سلسلة جديدة غنقارنوا فيها بين الجيش الجزائري الباسل وبين بواسل الجيش الملكي المغربي المغوار. عالميا كين بزاف ديال المواقع ممكن تشوف فيها مقارنات او ترتيب الجيوش في العالم. كين مثلا موقع جلوبال فاير باور لي مشهور كين بزاف ديال مواقع بلا ما نذكرهم. كين حتى الاحصائيات دي الورلد بانك. ولكن كيكون فيها الترتيب قديم شوية عكس المواقع الاخرى. رسميا لا يوجد ترتيب صحيح للجيوش او ترتيب خاطئ للجيوش. كل منصة كتدير طريقة ديال ترتيب ديالها بادخال بعض العوامل والفئات وباستعمال المنهجية ديالها الخاصة. وهالطريقة هذي كتكون مختلفة من موقع لاخر. مثلا جلوبال فاير باور لي مشهور عالميا كرتب حسب الساكنة النشطة في تجنيد الوطني. تعداد سك البلد. مساحة البلد. مساحة صالحة للزراعة. نسبة المياه. موسى والتطور الصناعي. عدد الوحدات العسكرية. الميزانية ديالجيش وبزاف ديالامور اللي كيفما قلت كتختلف من موقع لاخر حسب المنهجية والمعايير المستخدمة. هالجيش دولة معينة عنده ترتيب عالي يعني انه غير بحق على الجيوش اللي مرافض ترتيب هذا. لا والف لا. ترتيب الجيش لا يعني بالضرورة انه سيفوز بالحرب. هناك العديد من العوامل الاخرى التي يمكن ان تؤثر على نتيجة الحرب. مثلا الاستراتيجية العسكرية. والديبلوماسية. نفسية الجنود. ظروف الطقس. الامن الغدائي وبزاف ديالعوان. زيد عليها ان الترتيب اعتمد على معلومات سطحية والمعلومات المتاحة فقط. لانها غالبا ما تستند الى بيانات محدودة. وقد لا تأخذ في الاعتبار جميع المتغيرات. ذا تصيلها بذك الجيش لبعني بالاضر. ذاك شي لاش من المهم عدم اعتبار تصنيفات الجيش على انها تنبؤات بنتيجة الحرب. وإلا مثلا روسيا التي تحسن الرطبة التانية عالميا كاتت غطر بح اوكرانيا اللي كاتت حسن الرعص بخبستاش في الاسبوع الاول من نلاع الحرب. مش نشوفوا روسيا واحلة وكاتت كل عصواية الحرب قريبة تكملها. من بين العوامل المذكورة ايضا التي تؤثر على نتيجة الحرب والعامل النفسي للجنود او عقيدة الجيوش. احنا في القناة دينا على النقطة غادي نركزه. في ترتيب جلوبال فاير دي سنة الفين وثلاثة وعشرين الجزائر تحتل المرتبة ستة وعشرين عالميا والمغرب يحتل المرتبة واحده السيد. بزاف الناس ما عرفيش تفاصيل غيقولوا صافرة بشي لا فيها. وعقلوه بزيان على منهجية الترتيب اللي كتحتامن على بزاف الامور منها احتى المساحة دي البلد وغيرها. في حلقة اليوم ما غاديش نركزه على السلاح الجوي دي الجيش البغريبي او الجزائر لان التفوق باين واضح. بل غنركزه على الدبابات العسكرية خاصة ان هذا الموضوع والحدث هذه الايام لان الدول الغربية كالمانيا وفرسا وبولونيا وامريكا وغيرها ستعطي دبابات للجيش الاوكراني. وهذا بغيت نفتح واحد القوس باش ناكد على ان ما راجع على ان المغرب غير دعم اوكرانيا بالدبابات او بالعربات العسكرية فهو مجرد اشاعات مع الاسف روجه لحتى بعض المغاربة. المغرب ما تدخلش في نزاع مسلح في العالم بين طرفين. ما تدخلش حتى ديبلوماسيا فمبالوك انه يسلح طرف على حساب طرف اخر اللي هي روسيا. هاد المقارنة عكس ما يقول بعض هي مهمة جدا. وشوفوا كيفاش الاعلام الروسي مثلا المؤخرة كيتعامل مع الدعم الغربي لاوكرانيا بتوفير الدبابات. معت الاعلام الروسي كيقارن الدبابات ديالهم بالدبابات الفرنسية والالمانية. قبل ما نعطيكم الارقام بزاف منكم غيقول لي انه عدد الدبابات الجزائرية غيكون فايز بزاف عدد الدبابات المغربية. لانه دائما الجزائر تخصص ميزانية تفوق عشرات المليار دولار سانوية. عكس المغرب اللي ما كانش كيفوه ثلاثة احتربعة المليار دولار فقط. عدد الدبابات في المغرب هو الف وسبعم بيها وواحد وستين دبابة. عدد الدبابات في الجزائر هو الف وسبعم بيت دبابة فقط. هناك اول خلل لان الجزائر تخصص ميزانية مضاعفة ثلاثة احتربعة المرات مقارنة مع المغرب. مساحة الجزائر الحالية كبيرة بزاف مع ذلك المغرب في عدد دبابات متفوق عليها. رغم ضعف الميزانية العسكرية وصغر مساحة دي المغرب مقارنة مع الجزائر القارقرة فهو فيتا في عدد دبابات. ودل امر هذا غير مفهوم وغير منطقي. وتي تأكد الفساد في صفقات تسلح دي الجيش الجزائري خاصة مع روسيا. لانه مليارات الدولارات تبخرت في صفقات مشبوهة مع روسيا وفراصة. وفي الاخر القارسهم عندهم دبابات اقل من الجيش الملكي المغرب. فهنا على الورق حتى قبل بداية اي مواجهة بين دبابات الجيشين فالمغرب هو الاقوى. خاصة انه عدد دبابات اللي عنده ستغطي مساحة المغرب زيان عكس الجزائر. عكس عدد دبابات الجزائر اللي لا تستطيع تواجد في مساحة شاسعة من الجزائر الحالية. مساحة الكيال الجزائري اللي خلقته فراصة هي اضعاف مضاعفة دي لبساحة المغرب الحالي. يعني بالمفروض عند الجزائر خاصة يكون عندها على الاقل كتر من خمسة الاف دبابة باستحمي قاع الحدود الشاسعة اللي عندها. عكس المغرب اللي هو شبه جزيرة من الجيهة الغربية عنده المحيط ومن الشمال ايضر عنده البحر الابيض المتوسط فغيركز اغلبية الدبابات من الجيهة الشرقية وشوية منهم من جيهات موريتانيا. فهنا عمليا وعسكريا للمغرب من تفوق من هات الجانب ايضا لان الجزائر ممكنش تدير دبابة ديالها كاملة فيها واحدة. يستخدم الجيش الجزائري دبابات تي تين وستين والتي ربعة وخمسين والتي خمسة وخمسين من الحقبة السوفياتية. بالاضافة الى موديلات اكثر حداتة بحل تي تين وسبعين والدبابات الروسية تي تسعين. شرعت الجزائر ايضا دبابات قتال رئيسية صينية من طراز في تي اربعة. المهم تسعين في المية من الدبابات الجزائرية هي من صنع الاتحاد السوفياتي او من صنع دولة روسيا. ونسبة قليلة منها صنع صيني او فرنسي او شي دولة اخرى. يستخدم الجيش المغربي الدبابات ستربعة وخمسين تي خمسة وخمسين السوفياتية. كي استخدم تيتين وستين وكي استخدم الابرامز الامريكية والدبابة لوكلاك الفرنسية وبزعف دي الانواع. هنا تبلينا مشكل كبير لدى الجيش الجزائري. لان الجيش المغربي عنده عدد كبير من نفس الدبابات الروسية ودى الاتحاد السوفياتي. يعني كيعرف الصغير او الكبير على هالدبابات اللي كتشكل العمود الفقاري دي الجيش الجزائري. وبهذا فالجيش المغربية يعرف القوة دي للدبابات ونقاط ضعف ديالها اللي عندها بزات. وزا تعرف عليها في حرب روسية على اوكرانيا وايضا في الحرب ليدات روسية ضد الشعب السوري. وزا تأكد من نقاط ضعف ديالها. لكن الجانب الجزائري لا يعرف الدبابات الامريكية تصنع مسلا. والجميل في الامر ان المغرب من يشري دبابات الابرامز الامريكية الجيل اول او الجيل تاني. فهو كيطلب من الشركة الامريكية المصنعة انها تعطيها نسخة ديال الاستراليا اللي بجاء زيدة للصحراء الاسترالية اللي كتشبه الصحراء البغربية. وبالمناسبة رحتا استراليا عندهم الصحراء الغربية. صيروها جزائري ديالهم بوليزار. يعني المغرب عنده نفس الدبابة ديال العدو وكيعرفوه من زيان. وعنده من الفوق عدد الدبابات كتر من الجزائر. وعنده تقطية مهمة حسب المساحة. عكس الجزائر للمساحة ديالها شاسعة وعندها دبابات اقل من المغرب. الجزائر كيفما قلنا عندها اكتر من تسعين في المية من دبابات ديال الروسية او ديال الاتحاد السوفيتي اللي اقدام بالزات. الى كانت روسيا اللي كتخلي السلاح الاول عندها وكتبع غير سلاح التاني والتالث. كتواجه حاليا مشاكل في توفير قطع الغيار للدبابات دياله. وشفناها في حرب اوكرانية غير كترقع في هم وكتلصق الطاولة الخفيفة بحل الدرع. فكيفاش غيكون حال دبابات الروسية اللي عند الجيش الجزائري خاصة انه ما دمش قطع غير. اقوى دبابة عند الجيش الروسي هي دبابة ستة ربعتاش ارباطة. وهالدبابة ما كيناش عند الجيش الجزائري. رسميا ما كيناش هي صفقة بين الجزائر وروسيا بخصوص هالدبابة هذي. لكن اعلاميا الجزائر من الفين وسبنتاش وهي كتروج على انها غادي تشري الدبابة وسوف تقتني ولكن موجرد خرطة في خرطة. اما اقوى دبابة عند الولايات المتحدة الامريكية هي النوع التاني من والنوع هذي كينه عند الجيش الملكي المغربي. هنا ايضا على هاد المستوى المغربي متفوق على الجزائر. يعني اينا كانش مواجهة بين دبابات والجزائر فنقض اقوى دبابة عند المغرب اللي هي الابرامز الامريكية اللي كتسمى بالوحش. ونقارنها مع التتسعين الروسية اللي كينها عند الجيش الجزائري. الابرامز الامريكية عندها درع مركب من اقوى دروع في العالم. وهو اقوى من درع الفولة ديال التيتسعين الروسية. صراحة التيتسعين هي فقط نفس الدبابة ديال التين وسبعين وقاموا بتعديل ديالها وطوروا فيها شيح وينش. وسموا التيتسعين. باش تقربكم بالصورة كان فرق ديال عشرين طن بين الوزن ديال الدبابة الامريكية والروسية. وانش يعني ان الدبابة الامريكية تقيلة في الوزن من الروسية. وقعد زيادة را كان في الدروع ديالها بما يعني انه اقوى بالزاف من الروسية في حال استقبال شي قدائف مباشرة في الدروع. وحتى بالوزن ديال الكبير فهي اسرع من التيتسعين الروسية وانشي غنشوفوه من بعد بالتفصيل. الامرامز الامريكية عندها رادا راس داتية كتكشف على اي خطر وكتتحرك بسرعة لتحييد الخطر. بالنسبة للنيران الدبابات بجوجة عندهم تقريبا نفس الفوهة وتضربه نفس النيران او القادفات او الصواريخ. ولكن بالنسبة للمدفع بعد مش نفس المعايير ديال التصديح. وكيف ما قلنا سابقا كان الفرق كبير بين الدرع الامريكي اللي هو تقيل وقوي من الدرع الفولة دي اللي هو خفيف ديال الدبابة الروسية. في التحرك الدبابة الامريكية كتتحرك بسرعة وبراشاقة اكتر من تيتسعين الروسية. يعني في المواجهات الدبابة الامريكية قادرة تباغز الدبابة الروسية بالسرعة ديالها وبالسيابية التحرك وقوة المحركة ديالا اللي هارب بزاف على الدبابة الروسية او كل الدبابات الروسية بكل انواع دياله. الدبابتين كيضربه من الفين و الفين و خمسمية متر مع فرق كبير بين المدفع هاي. المدفع الامريكي تقدر يضرب كترة من الف ضربة قبل ما يحتاج القطع غيار او يخسر. اما المدفع الروسي للدبابة كيضرب بين تلسمية و خمسمية صافي وغي يحبس. غي يحتاج للاصلاح او لقطع الغيار. وكيف ما قلنا في الول ان الامريكية اقوى في دروع ديالا و في السرعة و في قوة المحرك وبذلك هي غد فادة اكتر ضربات من العدو. عكس الدبابة الروسية اللي عندها دروع فولادية و تقيلة في الحركة ديالا و في السرعة ديالا. سرعة الدبابة الامريكية اللي كان عند الجيش لملاكي المغربي كتقدر توصل حتى السبعين كيلو متر في الساعة. وهذا رقم مخيف على مستوى الدبابات. اما سرعة الدبابة الروسية اللي عند الجيش الجزائري فهي ستين كيلو متر في ساعة. ولكن على ارض مستوية. وهو الامر غير متوفر في الحروب. واقل من ربعين كيلو متر في ساعة في طرق وعراء او مولتوية. باش نقربكم من الصورة ونبسط لكم الامور. الامريكية عندها كتر من الف و خمسمية خيل في المحرك ديال. اما الدبابة الروسية فعندها غير الف خيل فقط. يعني الفرق بيناتهم قوة خمسمية خيل كينا زيدة عند الدبابة الامريكية. رابحاني لك تقارن سيارة الامر مع شي ماروتي. قلت ماروتي حيث هو الحلم للاي جزائري في منعهم من سيران السيارات من الخارج. يعني هنا للمقارنة والدبابات المغربية اولا كتر من الدبابات الجزائرية. ثانيا ما عندهم مش مشكلة في قطاع الغيار لان الولايات المتحدة الامريكية كتوفر ذك شيكام. وما اسرع في التحرك واقوى في الدوره. فالحرب هنا بحسومة المغرب على مستوى الدبابات العسكرية. وطبيعة الحال جيش المالك المغربي حدو دبابات امريكية ولكن كيطور على المستوى المحلي باش كتوليه اقوى على حسب المناخ والتداريس ديال البلد. الابرامز الامريكية عنده جوج ديال المنظارات. يعني ممكن يكون المنظر الاول يحدد الهدف ديال القديفة والمنظر التاني كيوجد الهدف التاني بعد قصف الاول. والانتقال باللول التاني كيكون بالسيابية وطريقة اوتوماتيكية. الابرامز الامريكية مصنوعة باش تكون هي اول ما ترى دبابة العدو كيفما كان النوع دياله وهي اول ما تقصف الدبابة للعدو. واتيكيبان في التاني ديالة حيث ابرامز امريكية واحدة كتساوي تاني الجوج دبابات التتسعين الروسية. ها الدبابة الروسية تدمروا منها كثر من خمسة وثلاثين وحدة في الشهر الاول فقط من العدوان الروسي على اوكرانيا في شهر مارس الفين وثلاثين هاد الرقم على موسة والخسائر فالدبابات را خيالي وكبير بزاف. الدبابة الروسية التتسعين ممكن انها تدمر بسهولة الى كانت تصويم واججة الواحد من نقطة معينة مغنقولش لكم ورا ولس معروفة قريبة. وشوفوا غير العدد الهائل لهالدبابات من هالنوع اللي تتدمروا سواء في سوريا او في اوكرانيا. وكيتدمروا سواء بقديفة من الدبابة مماشرة او قديفة من صاروخ بودات للمدرعات او للدبابات. يمكن ايضا تدميرها بنيران غير مباشرة بين البدفاعية او من الطيران او من الدرون. ايضا باستعمال الغام او انتي طانك تتدمرها بشكل كامل. يمكن ايضا استخدام اسلحة الالكترونية امريكية واسرائيلية تقوم بالتشويش على الدبابة الروسية وكتحجب عليها الرؤية وكتعطل لها النظام ديال الملاحة الالكتروني دياله. الحروب القديمة كانوا الدبابات كوقفوه في هذا الخط وكبدو يضربه. حروب هاد الجيل ديال الدبابات الاخير كتكون نائما كتتحرك وكتناور وكتخبا وتخرج ودرب وهي كتتحرك. ونغا تكلمو على السطابيليزازيون ديال هاد الدباب اللي كيساعد على تحديد الهدف والتدمير دياله. الدبابات الروسية ناقصين في السرعة وما تفضروش يضربوه بزيان وما في الحركة. دقة الدربة ديالهم كتكون من نسبة سبعين في المياه فقط. اما الدبابات الامريكية فكتكون اسرع اقوى في التحرك ودقة التصويم دياله كتوصل لفوق خبسة وتسعين في المياه. المنظارات او الانظارات الامريكية في الابرامز كتشوف اقوى بمرتين من المنظارات الروسية. تتسعيل القو فيها واحد لمشكل كبير بزاف انه وانا صوبت الواحد لما كان معين حتى بقديمة صغيرة ممكن انك تعطل نظام الملاحة والليزر اللي فيها بحيث كتفقد دقة التصويم وصافي كتساني الحفلة. الابرامز الامريكية من الداخل واسعة ومريحة عكس تتسعين الروسية اللي مزيرة وفيها دكشي قديم. زيادة على انها فيها بزاف ديالازرار الامر اللي كيخلي اخذ القرار بالضرب بتقيل بزاف وغير موريح. وبزاف ديالازرار تدارو في شي بلايس غير متاحين فقط لانه ما عندهمش بلاصة. تغيير سرعة الابرامز كتكون بطريقة اوتوماتيكية. اما الدبابة الروسية فهو وتغيير ريادة وي ذاكشي اللي اش كنشوفوه بعد مرات كيدير عطيوه فش يكونو هار بيه. الابرامز كتقدر تضرب كل ثلاثة تواني. تتسعين الروسية كتضرب كل تسعود تواني. الجرار هو بلية غير فيقو باللح الباع وغير هالزور الراير بيضاء. ثم وقالة ماذا بلك احتلونا في عشر ساعات. الدخيرة او القدائف في الابرامز الامريكية كتكون في صلاديق محمية. عكس الدبابة الروسية اللي كيكونو بقايا القدائف كيطيحو داخل الدبابة وممكن تحرق بالداخل الى كانتشي شرارة ديال العفية. والنقطة المهمة وهي عقيدة الجنود والتكوين دياله. الجيش الامريكي تصرف اموال طائل على التكوين وعلى التمرينات والمحاكاة وعلى تسهيل عمل جنود دياله. الجيش الملاكي البغريبي كدلك تعطي اهمية كبيرة لتكوين على دبابة الابرامز الامريكية او اي سلاح كيفما كانوا عكس الروس اللي كيبان فيهم باقيين من المدرسة السوفياتية القديمة والتقليدية. ومن بشوش بعيدة جرارة. انسوا هاد الوحش ديال دبابة الابرامز الامريكية اللي كيناعد الجيش البلاكي المغربي. راكين الصواريخ ديال جافلين براهم نيرين حالة في الدبابات الروسية في الحرب الاوكرانية. كيطيحو الدبابات بحالي لا كيطيحو الدبابات الفليت اوكس. وشفنا ما شايد كثيرا في اوكرانيا ديال الدبابات مصورين على جوش. واصلا هاد احسن دبابة ديال التسعي اللي عندكم في الجزائر ما كيناش في ترتيب ديال احسن خمس دبابات في العالم. بالعكس كينا في ترتيب كي الابرامز الامريكية اللي كيناعد الجيش البلاكي البغريبي. كي اليوبارد الالمانية مثلا. كي الارماطر الروسية اللي ما عندكمش. كي البريطانية. كي البلاكبانتر الكورية الجنوبية. وما كيناش التسعي ديالكم. عقيدة الجيش الملكي المغربي غتكون اقوى بالجيش الجزائري. لانه يلا دخل في حرب مع الجزائر. فكونوا متأكدين انه غيكون في حالة الدفاع عن النفس. عمر المغرب ما غي يعطي الجزائر الفرصة وغيتعدها لشي حد في حدود ديال. تانيا الجنود المغربة غيكونوا تدافعوا لابلادهم والشعب ديالهم والملك ديال. اما عقيدة الجندي فغتكون عقيدة مهتزة ضعيفة لانه داخل في حرب لا تعنيه لا من بعيد ولا من قريب. بل هي حرب من اجل الدفاع على مرتزقة سندالستان. يعني الجندي الجزائري غيموت وبلاده تدمر من اجل نصرة مجموعة من المغاربة الخوانة. الجندي الجزائري سيدخلوا حرما من اجل نصرة بعض المغاربة الخوانة مع مرتزقة من دول الساحل موريتانيا ضد المملكة المغربية. يعني الجندي الجزائري غيموت في صراع بين مغاربة وبعض الانفصالية. فهنا لابا للمقارنة مع الجندي المغربي الراغب في الشهادة. والدفاع على الارض دياله والشعب دياله والوطن دياله. وبيد الجندي الجزائري المغلوب على امره الذي يسمع اوامر اكبر حارس من الحرس الجمهوري الفرنسي لوسعيد شرقريح. الشعب المغربي يحب السلام. وعارف ان الحرب فيها بزاف دل ضبار وفيها بزاف دل ضحايا. لكن اذا فردت علينا الحرب فنحن لها. وسنكون اشداء على الاعداء دياله. الجراروة القادم اسود واسوأ. وعارفتوا لاش لان المغرب خدام والجزائر بوكوكالة. الى عجباتكم فكرة هذه السلسلة ممكن نكملوا فيها في مقارنة لاسلحة اخرى لدى الجيشين حسب الاختيار ديالكم الى بغيش. وايضا الى عجباتكم سلسلة ديال الصحافة اللي علقنا عليها الصحافة الورقية ديالهوك. اكتبوا ليفتح عليكم وش تبغيون نعودو شي حلقان ديالو حلقة كل اسبوع او كل اسبوعين او كل شهر كيف مبغيتو. مهبتين تهياتي لكم وشكرا على المتابعة والدعم كان معكم المهبت حاتم المرابط. السلام عليكم.